يعني عريف كده لما تفتح الاهرام وتفتح اخبار اليوم بس كده ايه هنفرفش به كده ف اخر الحلقة حي كده اذا فن ده 그렇게 اخر انت عندما تسحى كده من النوم تفتح الاخبار اللي محلش بيفتحها يعني الاخبار المصرية او جريدة الاهرام وبوابة الاهرام والموضوع ده بتلاقي بالبونت العريض فضيحة تركية فضيحة تركية يعني انت كمواطن مصري شريف لما تشوف فضيحة تركيا ويجيب لك صورة أردوغان بالشكل ده يبقى أكيد فيه كارسة سودا فيه مصيبة فيه مصيبة حصلة يقولك فضيحة تركيا بريطانيا تعيد شحنة معدات طبية لتركيا بعدما تبين عدم صلاحيتها يقولك إيبقى في تفاصيل الخبر أنقرة بتواجه حالة فقد التزان وفقد الثقة في أجهزتها ومعداتها الطبية ده اللي هي لسه من كام يوم فتحة مدينة طبية هي الأكبر في أوروبا معلين وبعد فضيحة فضيحة ضربت سمعتها جراء إرسال مستلزمات طبية معيبة إلى بريطانيا في 22 أبريل الماضي مما اضطر الأخير أو الأخيرة اللي هي بريطانيا ترجحها يعني تركيا بعدت مساعدات لبريطانيا وبسبب أن المعدات دي معيبة وفيها مشكلة قال إيه بريطانيا مرضيتش تاخدها ورميتها في الشوم ومن ساعتها تركيا يعني قعدة عندها عدم اتزان وفقد ثقة ومش عارف إيه لكن لما تدور على الموضوع وأصل الموضوع تلاقيك العادة الإعلام المصري بيقعد كده يخلق حوارات وأفلام ويصدقها وبعض الناس المغيبين بيصدقوا أيضا هذه الحوارات الموضوع بالبداية كان مقال تم نشره في أحد الوكالات المتخصصة في رصد ما يحدث في العالم ورصد علاقات الدول ورصد التفاهمات المشتركة مع الدول الموضوع بيقول باختصار كده ويمكن لو بحثت عن المقال هتلاقيه أن تركيا باعتت مساعدات لبريطانيا زي ما باعتت لدول كتيرة وبريطانيا خدت المساعدات مرضتهاش لكن المقال ويمكن قدامكم جزء أو هتشوفوا على الشاشة دلوقتي جزء من المقال ده بيقولك أن الناس بتتوقع وكان عنوانه بيقول وكان مركز كارينجي بيقول تركيا والمعضلة المستعصية التي تلوح في الأفق يعني بالنهاية صاحب المقال أو صاحب البحث بيقول أن هذه المساعدات اللي بتبعتها تركيا لأوروبا مش هتنسي الأوروبيين حقدهم على تركيا مش هتنسي بريطانيا مش هتنسي روسيا مش هتنسي فرنسا حقدها على التمدد التركي سواء كان في دول الجوار أو في العلاقات الدولية أو تنامي سمع التركية الدولية لا سيما في حربها ضد الإرهاب سواء كان في روسيا أو حربها ضد مسلس الشر والقوى المحتلة وميليسيا حفتر في ليبيا ترجمة نانسي قنقر